ثم قام بعد ذلك وزير الخزانة المالية جون سنو بتلخيص خطة إيجاد عملة جديدة في العراق لقد كانت هناك عملتان الأولى هي الدينار السويسري المستخدم في شمال العراق والثانية هي الدينار الذي يحمل صورة الرئيس صدام حسين والمستخدم في بقية أنحاء العراق وقال سنو أنه بعد السيطرة على العراق سيعملون على التأكد من أنه لن يتم طبع الدنانير التي تحمل صورة الرئيس صدام والتي سيتم جمعها من التداول وقال سنو أنه يفضل أن يكون الدولار الأمريكي هو بديل العملة العراقية خلال الفترة الانتقالية التي يتم فيها تغيير العملة وقال بوش أن العراقيين سيحصلون بدلا من صورة صدام في عملتهم على صور الرؤساء الأمريكان السابقين مثل واشنطن وجاكسون ولينكولين وغرانت إضافة إلى الأبطال الأمريكان الأوائل مثل هاملتن وفرانكل اشتركوا في القناة